بسم الله الرحمن الرحيم نواصل هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد من ضمن مواضيع الباب الثاني Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الدرس التالي في هذا الدرس نتحدث عن موضوعين الأول يتعلق بال Basic Computer Design بعد أن أكملنا شرح أعمليات الحاسب وأجزائه المختلفة نستطيع الآن أن نتحدث عن كيف نصمم حاسبا رئيسا الموضوع الثاني Control and Logic Circuit Associated with the AC Register دوائر التحكم والدوائر المنطقية المتصلة بسجل الأكوميليتر لأننا تحدثنا في دروس سابقة عن دوائر المتعلقة بأجزاء أخرى من الحاسب في هذا الدرس نكمل ما قلناه عن الدوائر التي توجد داخل الحاسب بالحديث عن دوائر الأكوميليتر نبدأ بالموضوع الأول Basic Computer Design الحاسب الرئيس هو الحاسب الذي يستطيع القيام بالعمليات الحسابية والعمليات المنطقية وعمليات الإزاحة الرئيسية التي شرحناها في الدروس السابقة هذا الحاسب يمكن أن يصمم بالأجزاء التالية The Basic Computer can be designed with the following hardware components وهي كلها مكونات مادية أولاً نحتاج في الحاسب الرئيس إلى ذاكرة ولتكون Memory Unit with 4096 wires أي أن هذه الذاكرة فيها 4096 موقع لتخزين البيانات وكل موقع من هذه المواقع طوله 16 bits 16 bits each أين نجد هذه الذاكرة؟ هناك شرائح متوفرة في السوق يمكن أن نشتري منها واحدة لتمثل لنا ذاكرة الحاسب Many memory ICs exist commercially مثل هذا رقم لشريحة معينة يمكن أن تخدم كذاكرة وهي شريحة بالرقم 74163 هذه هي الذاكرة ماذا نحتاج أيضاً في الحاسب الرئيس؟ انتهينا من الذاكرة واحد ذاكرة اثنان نحتاج سجلات عدد 9 سجلات لأغراض مختلفة هذه السجلات وقد استعرضناها جميعها في دروسنا السابقة هي Address Register Program Counter Data Register Accumulator Instruction Register Temporary Register Output Register Input Register Sequence Counter طبعاً الكونتر هي شكل من أشكال الـ Registers إذن هذه هي 9 سجلات التي نحتاجها والسجلات أيضاً متوفرة ويمكن شراءها من السوق نحتاج أيضاً Phillip Philips وبالذات نحتاج إلى 7 Phillip Flops هي Phillip Flop I, Phillip Flop S, Phillip Flop E, Phillip Flops R, Interrupt Enable Phillip Flop, Flag In Phillip Flop, Flag Out Phillip Flop وقد تمرت علينا هذه هذه الفيلفلوب ورأينا استخدامها مثلاً الـ I, Phillip Flop تستخدم لتحديد نوع العنوان هل هو مباشر أم غير مباشر كما تستخدم أيضاً للتفريق بين من الـ Register Reference Instructions والـ Input Output Instructions هذا الآي Phillip Flop هو الذي نخزم فيه الـ Bit رغم 15 من الـ Instructions وهذه الفيلفلوبس يمكن أن تكون من نوع الـ D أو من نوع الـ JK من دراستنا للمنطقية نعرف ما هو الفرق بين الـ D Phillip Flop والـ JK Phillip Flops وأيضاً هي متوفرة في السوق ماذا نحتاج أيضاً لتصميم الحاسب الرئيس نحتاج عدد، هذا رغم 4 عدد اثنين ديكودر أوفاك شفرة نحتاج هذه الاثنين ديكودر في وحدة التحكم واحدة، سعتها ثلاثة في ثمانية ديكودر وهي التي تترجم لنا الـ Bits 12, 13, 14 من Bits التعليمة لنوضح من خلالها نوع التعليمة هل هي Memory Reference أم إنها Register أو Input Output Instructions الـ Decoder الثاني هو 4 في 16 وهو الذي يستقبل Inputs من الـ Sequence Counter ليحولها لنا إلى إشارات توقيت أو Timing Signals سواء كان الـ Operation Decoder أو Timing Decoder نستطيع أن نصممه بـ Ant أو بـ Ant Gates كما رأينا في دروس أو كما تعلمنا في دروس الدوائر المنطقية نحتاج أيضا نظام ناقل عام Common Bus والناقل العام يكون عدد الـ Bits فيه كافية لإحتواء عدد الـ Bits الموجود في السجلات في هذه الحالة نحتاج 16 Bit Common Bus وأيضا نستطيع أن نصمم الـ Common Bus باستخدام Multiplexers إذن نحتاج عدد 16 Multiplexers هذا رغم 5 من الاحتياجات Common Bus أو ناقل عام نحتاج 16 Multiplexers لتصميم هذا الناقل العام وكل Multiplexers في هذه الـ 16 Multiplexers يستقبل 8 مداخل ويخرج 1 مخرج نحتاج أيضا رغم 6 إلى بوابات تحكم وبوابات منطقية لماذا؟ لنولد منها إشارات التحكم في الذاكرة وفي السجلات وبالفلفلوبس وفي الدوائر المنطقية الأخرى إشارات التحكم التي نقصدها هنا هي متى نعطي أوامر للـ Load تحميل ومتى نعطي أوامر للتصفير Clear وهكذا وعند أي توقيت عند أي إشارة توقيت نحتاج أيضا إلى جامع ودوائر منطقية متعلقة بالـ Accumulator لماذا؟ لأن الـ AC هو الذي تخزن فيه البيانات التي تأتي من السجلات المختلفة أو تأتي من الـ Input Terminals وهو الذي يعطي هذه البيانات مرة أخرى إلى السجلات أو إلى الزاكرة أو إلى الـ Output Terminals إذن هذا السجل يحتاج إلى دوائر منطقية متعلقة به أو متصلة به لإجراء العمليات الرئيسية هذا الرسم يوضح Control and Logic Circuit associated with Accumulator الرسمي للأعلى في الصندوق الأزرق هو Circuit associated with Accumulator داخلها نجد Adder and Logic Circuit و Control Gates وهذا هو الأكومولاتر هذه الـ Adder and Logic Circuit هي التي نستطيع عن طريقها إجراء العمليات الأساسية مثل الـ Ant والـ Ad والـ Complement وعمليات الشفت المختلفة لماذا هذه الدائرة موجودة هنا مع الأكومولاتر؟ لأننا دائما نجري العمليات بين محتويات الأكومولاتر وبين البيانات التي نأتي بها من الـ Data Register تفاصيل هذه الدوائر موجودة في الأسفل والصندوق باللون الأحمر وهذا الصندوق يوضح مرحلة واحدة فقط من مراحل الـ Adder and Logic Circuit وهذه المراحل تتكرر بعدد الـ Bits المطلوبة التعامل معها أي أن هذه الدائرة هي التي تنتج لنا فقط واحد بيت من العملية المراد تنفيذها كما نرى العمليات هي Ant وAdd وTransfer from Data Register وTransfer from Input Register Complement Shift Right Hand Shift Left ما ينتج من هذه العملية لهذه الـ 1 Bit يتكرر بعدد الـ Bits ليذهب إلى الـ Accumulator في شكل 16 Bit هذه هي كل بيت من هذه الـ Bits لها دائرة شبيهة بدائرة الـ One Stage أو Fader and Logic Circuit أما ما هو داخل هذه Control Gates فهو معطى بالصندوق باللون البنفسجي وفيه نضمن أن تصل إشارات تحكم لأن هذه هي Control Gates إشارات التحكم المطلوبة للـ Accumulator هي هذه الثلاثة إشارات إشارة Load لتحميل الأكوميليتر بالبيانات القادمة من سجل أو من الـ Input وإشارة Increment لزيادة محتوى الأكوميليتر بواحد أو لتصفير الأكوميليتر Clear هذه الإشارات تأتي بالتزامن مع العمليات وعند مواعيد Timing Signals محددة كما نرى في الشكل وتأتي إشارة Load من هنا وهذه الـ Inputs كلها تدخل في تشكيل هذه الإشارة عندما يطلب تحميل الأكوميليتر ببيانات محددة وكذا تأتي إشارة الـ Increment إذا كان الـ Output تبع الـ Increment Operation يساوي واحد وتأتي إشارة الـ Clear إذا كان الـ Output تبع الـ Clear تساوي واحد وتأتي إشارة Load نتيجة لأحد العمليات التي قام بها الـ Other والLogic Circuit فمثلا إذا تحققت الـ Ant تأتي الإشارة ويتم تحميل نتيجة الـ Ant إلى الأكوميليتر وإذا تحققت الـ Ad أيضا تأتي إشارة الـ Load نتيجة لتحقق عملية الجمع وهكذا لذلك نجد أن هذه الإشارة تتحقق إذا تحققت الـ Ant أو الـ Ad أو الـ Transfer from Data Register أو الـ Transfer from Input Register أو الـ Complement أو الـ Shift Try أو الـ Shift Left وهي العمليات التي شرحناها في الصندوق باللون الأحمر وبذلك باكتمال Control and Logic Circuit Associated with Accumulator نكون قد شرحنا جميع الدوائر المنطقية التي نحتاجها لتصميم الحاسد الرئيس وبذلك باكتمال العمليات وشرحها وباكتمال وحدة التحكم ومكوناته وباكتمال المكونات التي نحتاجها لتصميم الحاسب الرئيس التي ذكرناها في الشريحة السابقة نكون غد أكملنا تصميم الحاسد الرئيس وأيضا عرفنا كيف يتم تنفيذ التعليمات فيه سواء كانت تعليمات للتعامل مع البيانات وهي الـ Memory Reference و الـ Register Reference أو سواء كانت تعليمات للتعامل مع بيانات تأتي من وسائل الإدخال الـ Input Terminals أو تعليمات تذهب بالبيانات إلى وسائل الإخراج الـ Output Terminals وبذا يكون هذا الباب قد اكتمل ونلقاكم في دروس الباب التالي ترجمة نانسي قنقر